وينزل الله جل وعلا عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا نعم تموت خديجة تموت أبو طالب قد تظلم الحياة أحيانا في وجه إنسان لكن الرسول يعمل وأخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا تبحث عن غير الله إذا أصبت بأي مصيبة في الحياة إذا تكالبت عليك الأعداء إذا اجتمعت عليك الهموم إذا تكالبت عليك الديون إذا مرض الأصحاب والأصدقاء والأبناء إذا تخلى عنك أي واحد اصبر فإن الله جل وعلا معك خطط النبي صلى الله عليه وسلم الآن وفكر أن يخرج إلى الطائف يذهب الآن للطائف لأن الدعوة الآن في مكة لم تقبل وأبو طالب مات وخديجة ماتت رضي الله عنها ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يناصره ورسولكم عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغ دعوة الله ورسالة الله فينطلق في العفاق كان يقول الوليد عبد المغيرة ويقول لماذا ينزل الدين أو الحق أو جبريل أو الرسالة عليه هو على محمد ولم تنزل عليه أنا أو على كبير ثقيف في الطائف فأنزل الله جل وعلا وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم الله الذي قسم هذه الأمور ويخطط النبي يخرج للطائف مئة كيلو يا جماعة مئة كيلو يخرج النبي إلى الطائف صحراء جبال ليست صحراء خمسة آلاف قدم ارتفاع الجبال والرسول يذهب الآن على رجليه ليش ما ركب ناقة لو ركب النبي ناقة ولا دابة وعليمة قريش أنه راح على دابة معناته راح مكان بعيد لكن يروح على رجليه عشان يعتقدون أنه رايح قريب وبيرجع فإذا بالرسول أيضا يخطط تخطيط بعيد يريد أن يلتقي بجعماء الطائف يبغى يطلب منهم الحماية احموني مدام ابو طالب مات حتى أبلغ هذه الرسالة طيب يا رسول الله الرحلة هذه مضمونة ولا لا لا مين مضمونة احتمال تقبل واحتمال لا تقبل احتمال يأتون ويرحبون واحتمال يرفضون طيب اشكالية طيب لو عرفت قريش أنك طلعت نعم بتصير كارذة خروج النبي الآن إلى الطائف أشد من هجرة المؤمنين للحبشة لأن الحبشة ذهبوا إلى بلد غير عرب ولا ليس بينهم وبين قريش أي علاقة ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لأن مبدأ الرسول ابذل اطلق الأبواب افعل الأسباب لازم نؤدي هذه الرسالة ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليش الرسول راحا لم يأخذ مع أحد من كبار الصحابة ليش ما خذ ابو بكر ولا خذ عمر لم يأخذ معه إلا زيد بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد قبل أن يأتي المنع من التبني ليش الرسول خذ زيد لأنه ولده يعني طالعه يروح خاص مشوار خاص لكن لو خذ ابو بكر وعمر لا أهدوا لي وراهم شيء الرسول كان يخطط وكان ينظر للموضوع بهذه النظرة فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى الشيء الكثير ولكن الرسول عنده إصرار ويذهب مئة كيل ويمشيها على رجله ويصعد هذه الجبال الشامخة في الطائف كم عمرك يا رسول الله 52 سنة ويمشي أربعة أيام يريد أن يحقق هدف ومن غير ناقة نركب ناقة طيب عشان ما تتعب ما أركب ناقة عشان ما يتبعون أثري ولا يظنون أني ذهبت إلى مكان بعيد ويذهب إلى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام يقول لها الأول أنت محمد قال نعم قال ما وجد الله إلا أن ترسله إلى هذه الأمة هذا الرد الأول يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع قال أنت محمد قال نعم قال إما أن تكون نبي فأنت أرفع أن تكلمنا وإما أن تكون كذاب فنحن أرفع أن نكلم ويكون رد عليك ويلتفت للثالث قال له والله لو رأيتك متعلق في أستار الكعبة وتقسم أنك نبي والله ما صدقناك واشتبي الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب مدامكم لم تقبلوا أن تحموني فأريد منكم أمرا قالوا وشو قال لا تخبروا قريش بأنني طلبت منكم الحماية لأجل تبلغ الدعوة وقالوا هذا أول شيء راح نسوي اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف إلا عند قريش وأخبرهم أن محمد عندنا يريد مننا أن نحميه عشان يقف في وجوهكم قالهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم لكن تركوني أعود وأطلع قالوا لا ولا تخرج الآن سالما نادوا سفهاء الطايف ونادوا صبيانهم وخلهم يوقفوا صفين في طريق محمد وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبغاكم تتخيلون هذا الموقف أطهى الرجل المشى على وجه الأرض وزيد بن حارث يقول وأنا يشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم ويتلفظون عليه بياب الشعر الفاض يقول فوضعت نفسي على النبي يتترس بي يعني مثل الترس عليه حتى أحفره من الضرب يقول ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي يمشي ويركب وتنجرح رجلاه الشريفتين ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 52 سنة ومع رسالة والسفهاء والأطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون يقول زيد فتمنيت شيئا نستظله بظله أو مكانا نلجأ إليه ليس خوفا على نفسه ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدنا بستان فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس وإذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام يقول فجلست أمسح الدم عنه فوقف عليه الصلاة والسلام يقول هو لعائشة لما سألته عائشة يا رسول الله أي الأيام كانت شديدة عليك قال يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب لقد همت على وجهي يمشي يهيم على وجهه وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال لكن هام النبي على وجهه فإذا به يرفع كفة يظن زيد أنه سيدعو عليهم بالهلاك أو بالهدم أو بالغرق أو بغير ذلك فإذا به يناجي ربا ولا يشكوه ويقول يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين وأنت ربي ورب المستضعفين يا رب إلى من تكينني إلى عدو يتجهمني هؤلاء أهل الطائف أم إلى قريب أهل مكة ملكتهم أمري أن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل به غضبك الرسول يقول يا رب أنا خايف أني لحصل لي عقاب منك وأنها غضب وأنا أقول من هذا المكان أين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله أين الذين يحاربون الله الليل والنهار يحاربونه بكل ما يملكون ولا يقولون أننا نخاضوا من غضبك والرسول يقول اللهم أني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل به غضبك أو يحل عليه سقطوا بي ربي لك العتبى لك العتبى يعني الاعتذار أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم يا رب لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يقول رسولكم هذا الكلام يا هذا الموقف يا هذا الموقف يناجي ربه ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وجاه طفل دخل عليه طفل طفل ليس من الطائف ولا من الجزيرة العرب من العراق اسمه عداس كان يخدم أصحاب هذا البستان اللي أكل النبي منه وأصحاب البستان صاحبه عتبة وشيبه ابناء ربيعه لكنهم نظروا إلى حال النبي وقالوا خذ يا عداس خذ يا عداس هذا عذق عذق هذا العنب واذهب به لمحمد فتقدم عداس طفل صغير فلن مرهه النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يلفته للحق والإسلام الرسول يفكر حتى فيها اللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل ثم أخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ثم أكل من هذا العنب وقال هذا الشاب عداس ما هذا الكلام إنا لا نسمعه في من كانوا قبلك يعني ما سمعناه في أهل الطائف وهم يأكلونه فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وقال هذا الكلام علمني ياه ربي من أنت قال أنا عداس قال من أي البلاد فأخبره أنه من تلك البلاد التي وصفها ثم قال إنها بلدة أخي يونس عليه السلام فالتفت هذا الغلام إلى النبي قال تعرف يونس قال نعم إنه نبي وأنا نبي فخر هذا الغلام نازل على الأرض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه فيقول هذا الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وكأن الله يقول لمحمد يا محمد إن هذا الغلام أتيت إلى سادة وزعماء قريش لكن الله كتب أن يسلم على يدك هذا الغلام الخادم والعبد أتيت يا محمد إلى هؤلاء المعاندون لكن طيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام ثم يقف النبي فإذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه المرة تختلف أول مرة ينزل مع جبريل ملك آخر يعني أول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل وإذا بملك آخر معه فسلم جبريل على رسول الله وقال يا محمد إن هذا ملك الجبال أرسله الله معي فالتفت النبي إليه فسلم ملك الجبال على النبي وقال له يا محمد إن الله بعثني وقال إن أمرك محمد أن أطبق عليهم الأخشبين بمعنى أهد عليهم الجبلين فعلت فقال النبي لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا بالرسول يمشي ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل يقوم يصلي الليل وصدق الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فلما كبر وأخذ يقرأ القرآن أرسل الله جن يستمعون إلى كلامه وآمنوا به وأول مرة يعرف رسول الله أن رسالته إلى الإنس والجن كافة وسمعوا القرآن وانطلقوا إلى قومهم وهم يقولون وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من أليم أراد الله البشر وآمن به الجن أتى إلى أولئك الزعماء فآمن به ذلك الغلام فأراد الله جل وعلا الرسول في هذه الرحلة رأى كائنات والتقى بأمور لأول مرة تمر عليه أول مرة يأتيه الجن ويستمعون إليه وأول مرة يرى ملك الجبال ملكا غير جبريل ويؤمن ذلك الغلام فسخر الله ليخفف على محمد هذا الأمر كأن القضية يقول الله إنني أنا أريد النصر يأتي من عندي أنا رب العالمين أن تبذل سبب ويبدل الثاني سبب وأنا أبدل سبب لكن الهادي والذي يهديه هو الله ولذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب ليش ما يرزقه من حيث يحتسب لأن الله إذا رزقك من حيث لا تحتسب علمت أنت كعبد أن الرزاق هو الله وأن مصرف الأمور هو الله جل في علا لا إله إلا الله فاعبده وتوكل وتوكل عليه الآن طبعا سمعوا كالربيعة والآن بوهروا اندهلت قريش رجعوا السبعة قالوا ما نقدر ما رح نسكت رجعوا السبعة هؤلاء أنفسهم كلهم الآن راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عرضنا عليك المال والزواج والسؤدد والجاه والملك ماذا تريد الحين بيرد عليهم رد واضح قال والله ما جئتكم لأأخذ أموالكم ولا لتأزوج نساءكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم إنما جئتكم بالحق والهدى أنا رسول رب العالمين إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن أبيتم ناظروا فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم صلى الله على محمد هذا الحق الثبات الآن عندنا الحق موجود أدب الحوار موجود التدريب موجود الإمام موجود الرحمة موجودة الإصرار والتحدي موجودة قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم في ثباته عظيم في دعوته عظيم في رفقه عظيم في حكمه عظيم في قيادته عظيم في كل شيء صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام وعليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد قال واحد منهم يا محمد إني ناشدك مسألة بس ألك سؤال يا محمد أنت خير أم أبيك شوفوا الآن الشيطان هذا كيف يلعب فيه أنت خير أم أبيك أنت خير أم جدك عبد المطلب سكة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تزعم أن أباك وجدك كانوا على خير هم أخير منك فلماذا لم تعبد آلهتهم وإن كنت تزعم أنك على حق وهم على غير ذلك فقل للناس حتى نخبرهم طبعا الكلام خطير الكلام الأول لو قال هذا ليست رسالته لن يقول بأن ما يعبد جدي ويعبده أبي هو الحق وهذا لا يكون وإذا قال اللي عندي خير هم يبغون يصادمونه مع أبو طالب عشان يقسم معه وشيقول في أخوك وفي جدك كذلك أو في أبيك لكن النبي حكمته وبعد نظرة ترى ما هو كل شيء لازم ترد عليه حمنا أحيانا توقع أن كل شيء لازم يكون له إجابة أحيانا كما قال الله وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما وخير من إجابته السكوت السكوت أحيانا حكمة وهو الأساس بل هي القوة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عليه وانصرف مثل يوسف ولا يمكن وهذا هذا هو العبث هذا هو العبث وهنا يقع الإنسان من حيث لا يجعه رب كلمة قالت لصاحبها دعني الكلمة الواحدة سواء كانت قولا أو كتابة أو غير ذلك المهم قد ترديك وقد ترفعك ولذلك يوسف عليه السلام مش قالوا عننا يا إخوانا أي يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني من اللي يسرق يعني أنت يا يوسف هما يدرون طبعا يوسف قال الله جل وعلا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم هذا العقل والحكمة العقل والحكمة تقول قد تسكت أحيانا ليس ضعفا إنما من الحكمة والنبي سلم انصرف ولم يتكلم وأعرض عنهم وبدأ يقرأ سورة فصلة اللي قرأها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم الآن الإغراءات منفعت باقي المساومات تعال يا محمد شريك تعبد آلهاتنا سنة ونعبد ربك سنة بيننا وبينك يا أخي شو إحنا شوية قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين لأننا صاحب حق وصاحب ممدد طيب عندنا أمر ثاني عادي المساومات أطرد هالفقراء اللي جلسين عندك احنا ما نقدر كبار أبو سفيان أبو جهل الرسول بدأ يفكر لم يعطيهم ردة أشوف هو قصد بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الإسلام لعلهم يهتدون فأنزل الله كما يقول سعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله يعرف الشاكر هو بلال ولا بجهل الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم فقال الله جل وعلا للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم إليهم شيئا قليلا صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاته قالوا طيب أحي لنا قصي ولا كلاب أحد أجدادنا وأجدادك خليه يطلع من قبرة ويقول أنك صادق ونصدقك مثل ما فعل الله بموسى والبقرة طلع لنا جدك الحين قصي لأننا نحترم قصي خليه يفز من قبرة يقول محمد صادق ونؤمن كلنا ناظرني بالسلام إلى خزع بلاتهم طيب ما تبغى هذا خلي الملائكة تنزل علينا خلنشوف جبريل هذا أو خل ربك يأتينا أو تأتي بالله والملائكة خل ربك ينزل والرسول ينظر إلى هؤلاء طيب ليش يا رسول الله أطلب أليس عيسى طلب مائدة فنزلت وموسى ضرب بعصاه فلق البحر وأرسل الله مع صالح ناقة أطلب يا محمد معجزة تكون لك قال لا ما أنا بالذي يسأل ربه هذا أنا ما نبسأل ربي هذا الكلام فارغ لأن لأن معجزة محمد فرى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت وليست معجزات تغيير كما كانت للأنبياء الآخرين تثبيت للأمم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحق الواضح كتاب الله وقالوا لو لا أنزل عليه آية من ربه أولم يكفهم إيش أن أنزلنا عليك إيش أن أنزلنا عليك الكتاب هذا ترى معجزتكم يا جماعة معجزة محمد وأمته القرآن الكريم ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه لا النبي قدم ترى عرض لهم وافق لهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش يقول ترى أنا أخذ وعطي ما عندي مشكلة أنا ممكن لا 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 أنا أقول نعم إذا هو على حق ولا أنزل ما أهين الدين نعم أنا عندي لكم طلب أنا أعرض عليكم عرض اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول حلف عبدالله بن جدعان اللي كان في الجاهلية وش حلفك يا عبدالله بن جدعان حلف الفضول أحد أهم بنوده أنه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى أحد من الناس يعني ما يؤخر أحد قالت وافقون على هذا قالوا لا قال النبي والله لو دعيت إلى مثله لا أجبت